السلام عليكم اللي بنات ومرحبا بيكم معايا في فيديو جديد نتبنى انكم تكونوا كلكم باخير وعلى خير اليوم ان شاء الله رجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد وطلبية جديدة بالنسبة لطلبية اليوم فقد نشارك معكم ان شاء الله سلو سلو على حقه وطريقه بطريقة اللي هي سهلة وجد مميزة عادي نشاركوا معكم ان شاء الله بادق تفاصيل بدون تعب بدون دلك بدون اكترة ليدام وكي يجي رائع كي يجي معلك غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد المكون سري وغيكون حصري على قناتي اللي كي يخلي سلو كي يجي معلك واحد التعليكة خطيرة وممكن انكم تستعملوه في اللي بيفي يعني تقدرو تقدموها هكذا في يعني في الاشكال اللي بغيتوك يبقى هو هو غيتبعوا معي الفيديو حتى الاخر هنشارك معكم ان شاء الله كل شي بالتفاصيل المميل وحتى نصائح مهمة للمبتديئات وايضا غادي نشارك معكم الكيميات اللي تحصلت عليها وتمن البيع ديال سلو شوفوا معي البنات كيفاش كي يجي سلو معلك ورائع رائع شوفوا القوام ديالو كيفاش كي يجي غادي نشارك معكم ان شاء الله كل شي بالتفاصيل المميل غيتبعوا الفيديو حتى الاخر وما تنساوش الى كانت هادي اول زيارة لكم للقناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما تصلوا بجديد الفيديو ويلا نبدأ بسم الله على بركة الله بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاج في سلو ديالي فادي نشارك معكم ان شاء الله كل شي بالتفاصيل المميل غادي نحتاج هنا يا زوج كيلو ديال الدقيق الابيض اللي محمر اه انا حمرته غير في الكوكوت بالنسبة للدقيق الابيض انا حمرت زوج كيلو ونصف الاخير فاش عبرتها اعطتني زوج كيلو يعني حتى كتحمروه وكتعبروه زوج كيلو معبورة هكذا محمرة فادي زوج كيلو ديال الدقيقة دي نحتاج معها نصف كيلو ديال اللوز مهرمش بالنسبة للوز را حمرتو فالفران وهرمشتو به بالقشرة ديالو ما تحيدوش القشرة ديالو لان القشرة ديالو كتعطي له واحد البنة كتعزز له ديك النكهة ديالو فوسط سلو اللي بغاي يقليه يقليه ولكن ما كان نصحكو مشتقليه وهم اللي احسن حمروه فالفران هنتم البنت حمرتوه هرمشتو بحال هكا خليت فيها كشي طريفة ليهما كبارين والباقي مهرمش نحتاج كيلو ديال الزنجلان نصف كيلو طحنتو حتى رجع بحال ما هكا هنتم كيفما تشوفو حتى رجع على شكل عجينة ونصف كيلو هرمشتو حتى هو هرمشتو غليد ماش يرقيق يعني هكا باقي نشي حبة ديال الزنجلان صاينين الزنجلان حتى هو رغاني حمرتو فالفران طبعه الحال غسلتوه ونقيتو حمرتو فالفران ما كليتوش في الزيت او لا مدرتوش يعني فوق البوطة عدرتو فالفران ونحتاج مصف كيلو ديال الكوكا وحتى هو محمر في الفران وطحنتوها لها الشكل هذا كما تلاحظو طحنتو على شكل عجينة اللي عندها الروبوكي ديال البودرة تقدرو تطحنوها لشكل بودرة اهم حاجة ان المجموع ديال الزنجلان والكوكا واللوز يكون نفسه القياس ديال الدقيق لا تفوتوش البناث القياس ديال هاد المكونات اللي عندها ما تفوتوش القياس ديال الدقيق لانا شحل ما طغوا جنجلان واللوز والكوكا واللوز ما طغوا على الدقيق شحل ما لم يرجوها جلو تسمى وحدي هاد المغربين اللي كان نعرفوها كاملين احسن حاجة انكم تضیروا قد الدقيق او لا مشكلة اللذي ازديوا مثلا ثلاثة كيلو ديال الدقيق وكتافيتو بزوج كيلو ديال المكونات كيف ملحتوا معي انا عندي زوج كيلو ديال المكونات مع زوج كيلو ديال الدقيق غنحتاج معهم 300 جرام ديال السكر غلاسي انا خديت غيسة عني اذا طحنتها والحلاوة كتبقى على حسب الضوك لعصلا ما ما كان ديروش نهائيا لان العصلا هو اللي كينشف سلو وما كيخليش يجي معلك غنحتاج اربعات المعالق ممسوحين ديال النافع عندي هنا النافع نفع طحنته وغربلته مزيان حتى كيرجع هكذا بودرة اربعات المعالق ممسوحين كبار ديال البسباس البلدي حتى هو طحنته مزيان وغربلته هكذا على شكل بودرة اربعات المعالق كبار ممسوحين ديال لحبة حلاوة حتى هي طحنتها وغربلتها على هاد الشكل هادا كيف ما كتشوفوا معي بالنسبة لهاد الزرارع فكنديروه كل معي لقاف مصد كيلو ديال الدقيق انا قدرت هنا اربعات المعالق فزوج كيلو ديال الدقيق غنحتاج هنا واحد القبصة ديال قدرت هناك حره لدقتها مع شوية ديال سانيده سكره بقى بعد واحد الحقاء ديال القوزة القوزة كتعطي واحد له قوزوين على البلد فصله وكيلوه مكنتش متوفرة ماشي مشكلة تقدروا تستغنو عليها غنحتاج هنا اياه 500 قرار ديال الزبدة انا استعملت هنا اياه سنترال ضروري ما تستعملوا الزبدة تكون نوع حيواني اخذيتها ودوبتها مزيان مزيان حتى رجعت على هاد الشكل هادا بغ نوازيت ضروري ما تحيدوا منها قاعدك المال اللي فيها والحليب لان سلوه سيبقى مدة طويلة ويلا بقى الحليب او للماء في الزبدة سيخسر لنا سلوه سيضرنا الريحة ويقدرنا يعطينا واحد اللقومة ماشي زوين نحتاج معهم هنا 400 ميليليلتر تقريبا الزيت النباتية اسمحوا لي هنا عندي زوج زيت نباتية حتى يرى طيبتها مزيان حتى نطيبوا الفريط ضروري ما تطيبوا الزيت حتى يمشي بها ذيك الريحة كاملة ذي الزيت حتى نخدموا بها ضروري البنات ما تخدموا الزيت مع الزبدة لا يمكنش في سلوه تديروا الزبدة لان سلوك يبقى مدة طويلة وإذا خدمنا الزبدة ستبدل لقوه مع المدة إذا قدرتوا الزيت مع الزبدة سيبقى لقوه دائما سيبقى لكم حتى 5-6 شهر وخبيدون تلاجة سنحتاج 1 رشيشة الملحة تقريبا 1 معلقة صغيرة الملحة وسنحتاج هنا جوج معالقة غليكوز وهذا هو المكون السري لا تقول لكم قاع الحلويات لا تقول لكم أول مرة ستسمعوه عندي لا تقولوا تقريبا قاع الحلويات جوج معالقة كبار من الملحة ستسخنوا 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 ونحن تشعروا من الملحة من الملحة ستسخنوا 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 كل ملحة كل ملحة ستسخنوا 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 تسخنوا ستسخنوا 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 هتسخنوا من الملحة ستسخنوا كاما ستسخنوا ستسخنوا نفعة مثل بعمل مصادر الى الزيت اكتم تنزل الى الربعة وتظهر الربعة وتنزل الربعة تقريبا تستخدم الربعة تقريبا اخذ 10 دقيق هنا على حساب كلها والحجم العجانة هنا من هذا الحجم العجانة قمت بتربعة ربعة الكيمية لتتسل الربعة منذ بعد نحصل اذا بعيدا تصل الربعة وكيف شدير كيفية تكون كيفية تجمعها في يد يكم وكيفية تجمعه بكل سهولة عند الساعة سوف تعرفوا بان سلو رهواج نتضلكم جيدا ضفت ايضا الربع الثاني الخالط اللي عندي ديال سلو وضفت معاه نصف الكيمية اللي عندي في الكاس الزيت حتى هي را نضيفها شوية بشوية تقدروا البناء لا تفعلوا الكيمية الزيت إذا خليته سلو ديالكم يتمعك مزيان في العجانة لا تحتاجوا نهائي لكمية كل هذه الزيت شوفوا معي الابنات كيف يتمعك مزيان و يتمعك مزيان و يطلق لدماءه بوحده هكذا يكون هذا هو القوام دياله سوف نأخذ هكذا سلو هذا نضيفه في واحد الاناء آخر وهكذا كان مستمره حتى نكمل الكمية اللي عندي كل هذه الخالط ديال سلو وحتى الكمية اللي بقتلي ديال الزيت وهكذا يكون القوام دياله هنا من بعد ما رجعته في القصرية هذي سوف نعودها معكم واحد شوية بيدتي يعني سوف نجمعه بيدتي لان كين بلاسة مثلا وصلها مدلوكة مزيان و طلقة لدم كينها واحد البلاسة اللي لم تلقاتش لدم بزاف فهذا كشي علاش كنعود نمعكوش بشوية بيدتي باش كين ندمج لي الخالط كله صراحة البلاتر كي يجي معلك معلك و شوفوا معي كيف يجي مجموع و معلك من الدخل العجانة راكت تعطيلو واحد القوام رائع و كتسهل عليكم حتى الخدمة و دغية دغية كتوجدو سلو ديالكم لان سلو راستر دياله كله فدليك شحل ما دلكتوه شحل ما يطلق لدم دياله انا هنا غادي نخلي واحد شوية يرتاح على ما ينشف واحد شوية لان ذاك السخونية ديال الزبدة و السخونية ديال من اللي كان كيتدلك كي يجينا شوية نطلق ولكن انفو غا يبرد واحد شوية غايت تجمع و غايت تعلق لكم سلو ديالكم هنا من بعد المسالي تورا غا نوضعوا مباشرة فليبوات دياله لان كنت غا نخرج هدلا كوموند في العشية بالنسبة للكمية اللي تحصلت عليها فانا تحصلت على خمسة كيلو ديال سلو و تبقات ليها 1 300 جرام اللي غادي تشوفوها معي ان شاء الله في التبصيل انا عبرت انا يا كل كيلو بحدو لانا كانوا هاد سلو كان مفرق يعني كانوا حسين دبغات كيلو و كانوا اللي بغوا غاين مصص نص كيلو و كانوا مين مدرت ثلاثة ديال لبوات ديال كيلو كيلو بحدو و اربعة ديال مصص نص كيلو هادوك اللي عبرتو فالأولى البنات البوات الكبارة كي هزو كيلو 30 Child entre 500 جرام المصص نص الكبارة اما دكت صغيرا هادوك لهم 250 جرام شبكا هادوك هادوك ½ كيلو ديال السلو الي بتبعة الكبارة تبعو 3 درهم عفوة هادو غادي ديع داهمهم لمانess لان الكبار هودام 3 درهم و الكل كانت فيهم 150 جر so جمل بن fox هنا كيف ما لحتوا مع ايا كان اخدوا واحد من وزنتهم كامل و كان بده اكدا نبصتو نبسطو بوحد الهائن من بعد نزيله بحبات اللوز يبقى فقط مجرد تزيين كان ممكن ان نضيف الورد لكن كنت مضروكة بالوقت كانت الكليانات يأخذوه في العشية وكان هذا هو الشكل النهائي المكونات التي شاركت معكم بالنسبة الكيمية التي خرجتها خمسة كيلو والصغرة فيهم نصف نصف كيلو وشوفوا معي البنات الشكل كيف يأتي رائع حتى لو تقدموه بريستيج تقدروه في الشكل اللي بغيتو وكي يأتي معلك وكي تقطع بالموس بحل لك تقطعه في شي كيكا صراحة يأتي خاطر وكي يجربوه وردو علي الخبار بالنسبة للبنات الثامن فانا كنخرجوه بمية وخمسين درهم للكيلو اللي بغيت سلو ديال الزيت سنترك لكم رابط لتحت بحضوه بيدون زبدة الفيديو سأتمنى حبيباتي انكم تكونوا استفتوا معي وانتمنى اني يكون لبيت طلب للكم يانا بزاف البنات اللي طلبوني على سلو وليوم عجل وقت باش نشاركو معكم وانتمنى اني نكون لبيت الطلب ونجدكم دعبا الى فيديو الجي ان شاء الله الى اللقاء وما تنسونيش باللايك لا تنسونيش على البنات اللي لايك واخذ اخر فيديو ديروا اللايك